ديني مثال كده لمشاكل بتعترضك وانت بتشتغلي وخصوصا انت في وزارة الصحة انت الدكتورة في وزارة الصحة وأكيد ساعات بيبقى فيه ما اشقول تعارض لكن ساعات الناس ما بتبقاش قادرة تلاقي الدواء في الوزارة فبترجألك واخد بالك الدكتورة هالا زايد من مشاهدي برنامجنا يعني بيدعموه وبتشوفنا فإذا كان عندك مشاكل وحاجات يقدروا يساعدوك فيها أو حتى الجمهور العادي والمشاهدين اللي بشوفك دلوقتي يساعدوك فيها العينين دائما بيشتكوا من خطوات خطوات طويلة يعني فيه بيشانت حرفين بيموتوا ما بيلحقوش يعملونه اي حاجة خطوات طويلة ايه مش الدواء تكتب له وبيروح لصيدالية المستشفى يصرفه لا مش شرط يكون موجود فيها أدوية كثير من متبقاش موجودة وتبقى مصرفه له تأمين أو على نفقة الدولة متبقاش موجودة في الوزارة وده كتير جدا منها وأهمها الإنسولين فيه أدوية زي اللي هما البيشانت بتوع زرع الكلا أو زرع الكبد وحاجات غالية جدا ما بتصرفش الأدوية اللي بتمنع رفض العضو الجديد بالضبط أدوية المناعة تحديدا لا ما بتبقاش موجودة دائما يعني قل بشكل عام الأدوية الغالية؟ الأدوية الغالية وفيه نواقس كتير في الوزارة عندنا مش موجودة متصرفش فيه فعلا رشدات بتجري من عينين على نفقة الدولة المفروض ومش قادرين يصرفوها فأنتي عايزة تسهل الإجراءات شوية وتوفير الحاجات المقصة وتوفير النواقس دي بقيا كانت الطريقة طيب فيه حاجة بتقابلك برضو مشاكل مع الناس أكيد مع الناس نفسها لأن الناس يعني مش كلهم سوا يعني مش كلها وفيه فعلا بيتلايعب كتير يعني فيه للأسف فيه ناس فيه أول وانا دخلت المجال لقيت أن فيه ناس فعلا بتاخد الأدوية وبتبيعها ده حقيقي واللي عرفني كان صيدالي عندنا كنت وغدا منه العلاج ووديته لحد فالباشن ترجع برضو بيعه في نفس الصيدالية على سوق حظه والله فده حقيقي بيحصل اضطريت إن للأسف أنا بحبش الفكرة بحب بوصل الأدوية بطريقة كويسة ما تهنش الناس بس ده تتروني إنها ببقيتها أقص الأدوية ده حقيقي يعني الشرائط ما أخرجها سليما أبقى ضمن على الأقل أنا بقى عاملة بحث وكل حاجة بس برضو يعني ما ضمنش نفسية الناس تبقى عملة زي يضطر لا هو ما تعرفيش أولوياتهم يعني برضو نظن الظن الحسن إن هو هيبقى الدواء يجيب بدلو أكل ده حصل حقيقي لما كلمت البشنط اللي حكيت حالتك عليه قال لي عشان أنا كنت بنتي تعبينه وعايز أخلع لها درسها فده كان مبرره فده بيحصل حقيقي او بالضبط ده نوعيات المشاكل اللي بتقبليها ده ياخدنا بقى والدكتورة نعمة جابة سيرة توفر الدواء الدكتورة وليد في الصحة وإحنا داخلين إن شاء الله والسنة دي هيبدأ التأمين الصحي الشامل في برسعيد ونأمل خلال المدة المعلنة إن يبقى عندناها تأمين صحي في كل حتة فأنتم نصير المشاريع اللي زي يدي إيه وشايفين نفسك وهتتوافقه مع النظام الجديد إزاي طيب هو خلينا نوضح نقطة مهمة في تأمين الصحي هل التأمين الصحي هغطي كل المصريين بفروض ده الكلام اللي متقال طيب عشان كلا بدأنا بالمحافظات الصغيرة عشان نقدر نغطيها ونقيم المشروع قبل ما نتوسع في محافظات كبيرة زي القاهرة واسكندرية طيب أنا مع حضرتك إن إحنا هنغطي يعني التأمين الصحي هغطي كل الناس تمام في عمدين حالات أصلا غير يعني يعني ما عندهاش بطاقة في حالات مش متسجلة في أي حتة في أطفال ما عندهوش شهر الميلاد بالزبط إحنا عندنا نسبة كبيرة جدا من حالات ناس مش متسجلين ما عندهوش شهر الميلاد ما عندهوش بطاقة طيب الناس دي مين هيغطيه صح ما عندهوش تأمين صحي ده المريد المستهدف بتاعنا يعني لو مريد يحقله تأمين صحي بنبعته على التأمين الصحي بيمشي إجراءاته ويشوف إجراءاته طبعا أنا بأكد على كلام الدكتورة ناما بعض الأدوية ساعات مش موجودة في تأمين الصحي طيب إحنا رحنا عملنا برامج لمساعدة الحالات زي دي فعملنا برنامج اسمه أكفل مريد فقير بيستهدف مثلا مرضى زراعة الكبد وزراعة الكلا الكفالة الشهرية بتاعته 3000 جنيه إحنا بنعمل زي صندوق للمرضى دول الصندوق ده بالتواصل مع شركات الأدوية اللي بتنتج طبعا أو بتستورد الأدوية الخاصة بالزراع بناخد أسعار كويسة جدا من الشركات فنقدر نحنا نوفره لعدد كبير من المرضى وعملنا برنامج اسمه أكفل طفل زوى احتياجات خاصة لأمراض الدمور المخ الأطفال اللي عندهم الدمور المخ الرشدتة بتاعتهم مبلغة من 700 ل800 جنيه في المتقصد وطبعا الحقيقة هي طبعا الدولة متكفلة إن هي بتطلع لهم معاش في حدود 300-320 جنيه في الرنج ده فطبعا ما يجيش ثمان نص الرشدتة إلى جانب كمان إنه هو مش رشدتة بس إنه بيحتاج بمبرز بيحتاج حاجات تانية مع الرشدتة فإحنا رحنا عاملين برنامج اسمه أكفل طفل مريض بيستهدف أمراض الأطفال زوى الاحتياجات الخاصة عشان نقدر نحن نساعدهم فإحنا الحقيقة هنكون يعني إن شاء الله المؤسسة بتاعتنا هتكون داعم للدولة في التأمين الصحي إن شاء الله داعم لنفقة الدولة في الحاجات اللي ما بتقدرش تتغطى في نفقة الدولة أو التأمين الصحي لا والخير لازم الناس كلها تشجعوا سواء حكومة أو أفراد يعني الخير إحنا نساعدهم يستمروا ويساعد حتى الدولة زي ما أنت بتقول